اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي الاعزاء حياكم الله جميعا وبرك الله فيكم كل عام حضرتكم بفير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال لما ربنا سبحانه وتعالى انعم علي بالهداية واعتنق الإسلام حسيت بفرحة كبيرة وزادت فرحتي اكتر لما عرفت اني مش بس انا اللي ربنا اداني النعمة دي بل في ناس كتير سبقوني لاعتنق الإسلام وفي ناس كتير بعدي اعتنقوا الإسلام والغاية النهاردة بنسمع عن قصص لمسيحيين دخلوا في دين الله أفواجه ولكن يزداد الامر روعة وعظمة لما يكون الداخلين في الإسلام هم القساوسة والشمامسة وعلماء مسيحيين واللي كانوا بيدعو الناس للمسيحية في يوم من الأيام ومن ضمن القساوسة اللي دخلوا الإسلام حديثا هو القصة الجنوب أفريقي إبراهيم ريتشموند واللي أصارت قصة إسلامه تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والقصة السابق كان رئيس لجماعة في كنيسة بجنوب أفريقيا لمدة 15 عام ولوه آلاف الأتباع إلى أن رأى رؤية كانت سببا في إسلامه وروا الحاج إبراهيم ريتشموند قصة الحلم اللي كان سبب في اعتناقه الإسلام وقال كنت نايم في غرفة صغيرة بالكنيسة سمعت صوت بيقول قول لي جماعتك يلبسوا اللبس العبيض فقلت باستغراب لبس المسلمين وتوقع أن يكون مجرد حلم ولكن الحلم تكرر معاه أكتر من مرة وفي المرة الأخيرة كان الصوت اللي بيقول قول لي جماعتك يلبسوا اللبس العبيض أقوى من كل مرة في الوقت ده قرر الحاج إبراهيم أنه يروح لأتباعه في كنيسة ويقول لهم على اللي شافوا في المنام أكتر من مرة وطلب منهم أنهم ينفزوا الأمر ويلبسوا اللبس العبيض فسبحان الله وافقوا كلهم ولما اجتمع بيهم تاني مرة كانوا لابسين كلهم اللبس العبيض واعتنقوا الإسلام ثم أءPOS ثم أرحب eles ولم diverاين آخر ماذا besonders دائرة انوا تعريفا ثم أقول ثم أأamientos قلت سأرأى آ sini أقول أنا أنا سأقول هذه الأشخاص. سأقولهم. سأقولهم. وذهبت هنا. ثم أخبرهم. تعرف كيف أعلانها سيطرح؟ فقط أفضلهم. كلهم. ثم أخبرت إلى المنزل المتحدة في المنزل المتحدة كلهم كانوا يستمعونها. وكلهم أفضلهم. وفيديو الذي نشره برنامج شبكات يوضح تلقين الحج إبراهيم ريتشمون للشهادتين لعداد كبيرة من أتباعه في قاعة الكنيسة وهما لابسين الملابس البيضاء والحج إبراهيم موجود حاليا في السعودية علشان بيقدم مناسك الحج بعد أشهر قليلة من إعتناق الإسلام وأكد إن الأمر بالنسبة له كان حلمه أصبح حقيقة والحج إبراهيم كان عايز يصعد جبل النور لكن الأخ اللي كان مرشد لي قال له ده صعب فرد عليه الحج إبراهيم وقال له لا شيء صعب بإسم الله لا شيء صعب سيجعلها الله سهل علي وأكد الحج إبراهيم إن رسول محمد صلى الله عليه وسلم لما جه هنا كان لوحده وأنا عايز أتبع خطوات قدم والملايين من بلدي جنوب أفريكيا هيتبعوا الخطوات دي وختم الحاج إبراهيم حديثه وهو بيستمع الآيات من القرآن الكريم ويبكي ويقول إن القرآن هو النور يهدي اللام لنوره من يشاء هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أنه يظهر الوحيد يظهر جميع العالم وإنه يساعدنا جميعنا حضرتك غالي جدا عند الله لكي أهداك هذه الرؤية الجميلة وهداك للإسلام اللهم أهدي من كان في قلبهم ثقال زرات من خير إلى دينك الإسلام وثبتنا على الإسلام حتى نلقاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون